لم يعد يقتصر الارتفاع الجنوني للأسعار على الخضر والفواكه التي أصبحت تثقل كهل المواطن البسيطة بل طالت حتى البقوليات من العدس والفصولياء الذين يعتبارن الطبق المفضل على مائدة الجزائريين خاصة في فصل الشتاء وهو الأمر الذي أثار سخطاء المواطنين كل شيء غالي الزوالي لا ينجمشي أكلتك فبعض الأسعار الملتهبة التي حرمت المواطن من اللحوم وتلتها الخضر بكل أنواعها حتى الموسمية منها أين بلغ سعر البطاطا 65 دينار والبصل 90 دينار حانت دور على البقوليات التي كانت البديل الوحيدة للمواطن البسيط إلا أنها ستلتحق بالقائمة الحمراء حيث بلغ سعر العدس والفصولياء 250 دينار سيناريو الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية الواسعة لاستهلاك قد اعتاد عليه المواطن الجزائري الذي لا حول له ولا قوة في انتظار تدخل السلطات المعنية لتسوية الوضع